حل يرضي الجميع يبصر النور أخيرا في الأزمة الخليجية التي طالت القطيعة فيها بين دول مجلس التعاون الخليجي بيان مقتضب لوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن فيه التوصل لاتفاق بين دول المجلس غابت عنه التفاصيل الأساسية أكملت فيه الكويت ما بدأت فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصب إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم أعلان تماشت معه السعودية التي قالت إنها تتطلع لأن تتكلل الجهود الكويتية والأمريكية بالنجاح وكذا قطر أكدت أن البيان الكويتي خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية على الجانب الثاني من الإعلان يبدو أن إدارة ترام التي بدأت الأزمة في عهدها ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق الذي جذر الفرقة وقطع أوصال الرحم بين دول مجلس التعاون الخليجي التي فرقتها رؤى مختلفة بشان أحداث عصفت بالمنطقة لكن ماذا عن الاتفاق تشير وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أنه من المرجح أن يشمل بشكل أولي إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية ووضع نهاية للحرب الإعلامية بينهما ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا بينما لا تزال الآليات الأخرى بالنسبة لباقي دول المجلس غامضة ثلاث سنوات من القطيعة الخليجية تقترب من طي فصولها مع وصول بايدن لسدة البيت الأبيض لا يعرف تماما كيف ستكون ملامحها إلا أن تسارع الأحداث وارتفاع حدة المخاطر أوجبت على هذه البلدان أن تسارع الخطى نحو استعادة عافيتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر